بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله محمد علالي وصحبي وسلم عزيزي الله بالصف السادس مراجعة للوحدات الأولى والثانية وثالثة وما تحتويه هذه الوحدات في الفيديوهات السابقة شرحنا القواعد والأشياء المهمة القواعدية على الملزمة وقدت لكم بها أسئلة وتحلون الأسئلة لأنه كل شيء قواعد تحته أكو أسئلة تراجعون الأسئلة هستا نخصص هذا الفيديو للقطع الاستيعابية ونصوص الكتاب والإنشاء والإيميل هستا هنحن نبدي هوني مرقمين القطع المرئية مرقمين حسب ما مكتوبين هوني ستة بس هما أصلا خمسة ليس سعوا ستة عندي قطعة هانس وفرح عمليهم فصلوهم كل قطعة ببحتة فصلة وستة اللي هي أصلا خمسة ملاحظة هما خمس قطع استيعابية الملاحظة الثانية اللي أريده منكم تحفظوا للأسئلة اللي موجودة بكل أسفل من هاي القطعة من هاي القطع هاي الأسئلة الموجودة جوه تحفظوها وتدرخوها لأنه تجيكم مثل ما هي هسا هذا الفيديو خاص أنا خصصتونه للقطعة الاستيعابية ونصص الكتاب الأسئلة ما لتم حتى لا تطوحون تشطون بالكتاب من هوني لي هوني لا الأهيم والأسئلة ما لتم موجودين حتى يكون راحا لكم تخفون الفيديو وتلاحظون الأسئلة وتدرسوهم مليح عندي هسا أول قطعة هي الروتين اليومي لعائلة ويسام وهاي القطعة مال ويسام وهاي الأسئلة مالتها سبع أسئلة Where does ويسام's mother work? He works ويسام's father work? He works قلنا تشوفوا S الشخص الثالث لأنه هي اللي يقصد بينه ويسام's father وهذي S التملك ويسام مقعتب بين اسمين ذكرتم وهوني هذا الجواب He works in an office Who is a nurse? ويسام's mother يعني أنت مش ما يعني تكتبون هي نفسها موجودة كوي ويسام's mother موجودة فوق واني بدأ الفاضر ماذا راح نكتب وأنرس هي يعني موجودة Is a nurse راح تنقله بس تحذف أداة السؤال What time does Dania leave home? She leaves home at 730 وهي موجودة واني دانيا ويسام ويقول دانيا ويسام وقال اثنين من نفس الوقت سواء قال لك ويسام أو قاد دانيا أو قال داي معناته نفس الوقت هما يطلعون ساعة 37 دقيقة How many days a week does ويسام's mother work? كم يوم تعمل? She works three days a week ثلاث أيام بالأسبوع What's the second job of ويسام's mother? الشول الثاني She is a housewife ربت بيت رقم 6 Where does ويسام's mother work? In a hospital تشتول بالمستشفى Are ويسام and Dania pupils? Yes they are زين هاي القطعة الاستيعابية رقم واحد هي وأسئلته حتى تلاحظوها وتقرأها راح أتحول القطعة الاستيعابية الثانية هوني عن هان هان اللي عيش بي هو صيني Chinese وهاي القطعة مالته الأسئلة مالته هي هادي ما غح يكون بها أي تغيير من الكتاب نفسه بس أنتم عيقول اكتب yes أو no هوني أشي يطلب منك أنت تكتب ما تكتب true false تشوف أشي طلب منك yes or no تكتب yes or no true false true false وهاي القطعة الاستيعابية سؤال الأول غح تكون وأنت متعودين عليها كنجبناها على طول هانس is from China yes his family are farmer yes the farmer grows bofalo no معقولي أنه الفلاح يزرع جاموس فرح is Hans جزائم عملهم كل واحدة ببحث وانيها القطعة تحكين عن فرح اصور واضحة كثير بالفيديو زين هاقدمها اكثر حتى تكون اكثر وضوحة لكم وعملوا الزوم واصلا موجودة بالكتاب انا ده سهل عليكم حتى لا تقلبون بصفحات الكتاب احتلقوها ببحتة وفيديو ببحتة ومشروح بين القطعة المرئية فرح اسم اضر از انارس اما ممرضة نو هاي كنا نفس هاي الاجوبة غح تجي there are four children in فرح's family yes فرح's father lives in dubai no a pilot sits in cook of a plan yes فرح's father is a teacher no فرح's family is from iraq yes فرح's aunt's family lives in basrah no فرح's mother is housewife now yes هذه هي الاسئلة مع الفرح غير تحفظوها واللي ما يعفف يحفظو تقول لنا اشن احفظ لك مثلا كلمة نرس عيد بالاخير no فرح's family yes دوباي no هاكد حتى تسال للي ما يعف يعني يقرأ وصعب علينا القراءة يسهل علينا مثل ما عملنا بسؤال بسئلة الماتش نفس الشيء غا حاجي عن القطع المرئية الثالثة مار رابعة نقلنا فرح و هانس عملنا قطعتين وهوني هذه ها حكون حقائق مفيدة عندي الشغلات منين مستخرجة وهذه الأسئلة مالتها نصا موجودة بكتاب ستي نصا موجودة يقول لك جاوب عن خمس واحد جيبهم نصا وانت بس عليك تحفظ هذه تكتب true أو false ومثل ما قلت اللي ما يعف يقرأ يحفظ له خلي آخر كلمة هذه كطن يكتب true سين راح نقول the word cotton comes from the Arabic words cotton true paper is usually made from cotton false wool come from sheep coat and even rabbits true يعني سعواني عندي كلمة rabbits ها حقول true هوني كلمة قطن ها حقول false rubber comes from a tree true أحفظ كلمة 3 true must leather comes from cows true أحفظ كاوس true عندي all furniture is made from wood هوني كلمة wood لاحظوا الكلمات مولا متكررة false سهل أصور ما بيها صعوبة نحن نروح على القطعة الرقم خمسة اللي هي هوني أصلا هو كتبة ستة ليه مثل أحاكر فراحو هانسع من نامكم منه ببحد هوني آآ آآ رقم خمسة اللي هي أصلا أربعة ما الدكتور زين الجراحة sergeant زين هاي لسئلة نفسها بالكتاب ومثل ما أحقول أحفظ آخر كلمة والجواب ما لداش يكون للي ما يعف يقرأ ويترجم زين sergeant وهاي نصا تجي وحعيد نصا تجي من الكتاب ما يغير بيها كل شي إذا ديغير يغير الترتيب مثلا رقم ثمانية سهر رقم واحد ورقم واحد سهر رقم خمس يعني بالترتيب ما يغير بس الجملة نفسها الجملة نفسها ما تتغير a sergeant is a doctor who does operation yes she always الدكتور اللي يعمل عمليات she always does operation in the morning تعمل عمليات الصبح no she wears a uniform at work yes تلبس الرسمي بالعمل today she is shopping with a friend no مع عائلتها مع الفاملية her daughter is buying thick sweater yes they go to shopping mall every day no she is shopping for a white coat for work no يعني يما اشتغت لها coat اشتغت لها shoes مناصب لها للعمل she sometimes plays tennis at the weekends yes مثل ما قلنا احفظ لي من هوني كلمي من هوني كلمي وتجواب مالتها اللي ما يعرف ايجاوب ما علي كله انه بس تحفظ هاي الكلمي يما yes in the morning no work yes friends no sweater yes everyday no هوني عدنا ورق احا تقول ورق هوني اندي هوني for work هوني at work هوني for work for work no هوني week end احا نقول يس زين احا اجي عالقطع الاخيرة مال الانترنت there are six way to be safe online you shouldn't share انو ما شارك افكارك مع الاصدقاء هوني كلمة friends no وهاي مثل ما قلنا نصا من الكتاب وما هح يبدل بيها كل شي يصفط لك مثل ما هي this is a good password زين one two three no if you don't like something online a doll هوني كلمة a doll هحنقول yes لاحظوا هاي هاي آخر كلمة مع yes you must never meet people that you only know online yes online هحنقول yes you should never keep your personal information safe انو لا تحافظ يجب عليك لا تحافظ you should never انو انت ابد never معناته هوني not كوي never معناته not يعني shouldn't keep your password information safe هحنقول no وهوني عندي كلمة safe مع ال no هوني online مع ال yes it is a bad idea to put your phone number online yes زين هحنقول هوني عندي online هوني 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 هحناخذ number online number online هحنقول yes هذي القطع الاستيعابية الخمسة هما خمسة واعد وكرر هوني مكتوبين ستة بس يهم خمسة لانو جزعنا هان سوف راح عملناهم قطعتين غح اجي على نصوص الكتاب نصوص الكتاب غح تكون هذي هي وعدكم موجودها بالملزمة مثل ما قدتو زين نصوص الكتاب الوحدة الاولى الاويتر وهذي نصوص الكتاب عشان غح تجي غح تجي كم شكلي هما كم نصوص كتاب هح يكونون عندك one two three four هح يكونون عندك اربع نصوص كتاب هح يجيب لك كم مشكلي الاسئلة ستة اسئلة مشكلي من هذول الاربعة وانت تجاوب عليهم او maybe احتمال انه يجيبهم من قطعة وحدي يعملوها انه من قطعة وحدي مثل هوني عندي ثمان نقاط يجيب لك ستة ويجيب عن خمسة او يعملوها من مشكل بقى هوني احنا ما نعرف عشو ما خصير الاسئلة زين هوني لاحظوا ثمانية احتمال يجيبوا هذا ببحده فانحنا علينا انه نحفظ هذه الاسئلة وننتبه اش عريض مننا اذا جانا مشكل مثل عندك هوني الويتر وشكل هوني انت غح تختار هوني true false هوني غح انتتجاوب كتابي هوني true false فهوني كل المشكل وانت غح تحفظ هذول الاربعة مليح سهل لكيم كانوا ثمانية عملهم اربعة فعندي what time does the breakfast surface start احن نختار 6.30 زين هذي اللي تولطون على طول بيها what's another word for cook cook اللي هو الطباخ اللي يطبخ الشيف الويتر اللي يجيب لك الاكل عصيني او يجي يقل لك اش تطلب بينما الشيف هو اللي يطبخ الشيف هو اللي يطبخ اللي يطبخ اسمه cook فعندي غح اقول cook معناته شيف لا تكتبوا لي wait مثل ما كل مرة تعملون هيني زي اول وحدي حتى لا تغلطون من انتهي الجملة مكتوب الشيف انت قبل اختار الشيف لا تحلي على ثاني كلمة اول كلمة which surface does احمد prefer breakfast هم اول كلمة breakfast عندك what is what is his uniform زي الرسمي ما له قلنا ناخذ كلمة حلم زين black trousers and white shirt زين هذي التصفيت مالتها هم اول وحدي الاختيار رح يكون اول وحدي القطعة الثانية رح يكون عندي history of paper تاريخ صناعة الورق papers around all used at home and classroom true هون يقل لك جاوب true أو false صح نقول true وعندك classroom اختار كلمة true يما بعدين هون عندي يقول the first paper was made in china china false the ancient egyptian didn't know how to make paper false زين نختار كلمة paper false only هاي يعني نفس ما عملنا بالقطع الاستيعابية حفظوكم كلمة وحدي only three things is made from paper هوني from paper هوني make paper هوني from paper false ونلاحظوا هوني f مع f false from paper can be made from many different things true كلمة things مع true i am using paper now true now مع true conserve mean look after look after true we can't use old paper to make a new paper هوني هم هم هحنا أخذ a new paper هذول الكلمتين هح يكون كلمة false هح نجي على القطعة الاستيعابية رقم 3 the family new laptop العائلة اللي هح تشتغي اللابتوب الجديد هم 8 بالوزاري يا أما مشكل يا أما يجيب لك 6 من هذول 8 يا أما مشكل من القطع النصص الكتاب الأربعة that doesn't want to buy laptop laptop مع false mom thinks that heavy laptop is best they are strong false ناخذ هم الاخر كلمة مع الإجابة مالتا زين وهي موجود بالمنزمة هم موجودين هذول إذا ما واضحين عدكم هالستة بالفيديو ترجعوا للم 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 can share with their family true راح ناخذ family مع كلمة true all laptops were expensive كلمة expensive مع false كل اللابتوبات غالية لأتي عادي مع كم باسم family لك lots of laptops lots of laptops هح نقول true the laptop they bought is black with silver silver keys اح ناخذ او كلمة keys مفاتيح اح ناخذ false اح نجي عالأخيرة مع الماوس why is called mouse انت هت قول because it look a bit like a real a bit like how many bottoms there are two bottoms what do you what do you use that well for scrolling up down هح تقول scrolling up down هاي طبعا غح تعتمد على كتابي لازم انتم تتعلمون كتابتها زين والكتابي مثل ما علمتوكم كلمة وحدي مقل مصد mice بس هتقول have two bottom زين يعني انت هتكتب two bottom والbottom موجود two bottoms كم عدد الأزرار I use 12 for scrolling غح استخدم العتلة scrolling up down which finger should you put on the left bottom I put index بس انت تكتب كلمة index وإذا ما واضحة ترجع لها على الملزمة موجودة الأسئلة من قطعة الفأرة بالوحدة الرابعة where should you put your thumb I put my thumb on the site on the mouse في صفحة الفأرة هذي نصوص الكتاب هسه هنغوح على الإنشاءات زين الإنشاءات موجودة أتكم الإنشاء زين أتكم أتت نماذج وأنت تختار واحدة من هذه النماذج وتحفظها وكل السهل وبسيط وما بيه شي زين هذا الإنشاء موجود بالوحدة الأولى زين أنت راح تحفظوا ونحفظنانه ومتحننه عدة مرات ونحن نجي على الإيميل همين موجود بالكتاب لعفو بالملزمة زين بالوحدة الثالثة الإيميل بالوحدة الثالثة وهيان هذا النموذج رقم واحد ونطعتوكم نماذج كثية ومتحنتم بيه قلت لكم على كيف كمامل نموذج تختارون طبعتوكم نماذج كثيرة طبعتوكم يعدى هاي النماذج الموجودة هوني بالإيميل وأرجوكم تنتبهون على كلمة 2 نقطتين وسام سبجيكت نقطتين واحدة فوق اللخ العنوان بعدين هاي ويسام كما هذي كلش بها دقة وعلينا 20 درجة رح يجيب لك يا أما تكتب الإيميل يا أما تكتب الإنشاء أو هو يختار لك احتمال يقل لك بس تكتب الإنشاء about yourself and your family أو احتمال يقل لك يكتب بس إنشاء واحتمال يجيب لك اختيار يجيبهم اثنين ويكتبوا واحدة منهم بقى هساني ما نعفش غحي يسير هس عندك أحمد الله وشكر بس عندك اثنين يعني مجموع أربعة قصونا على اثنين ايميل وإنشاء واحد كان ثثي إنشاءات وإيميل هس أصلا عندك إنشاء واحد وإيميل واحد بس أرجوكم تنتبهون إذا تكتبون الإيميل لطريقة الكتابة مع الإيميل غح تقول هاي ويسام كما how are you today question mark وتكمل وتحط في stop وتكمل الجزء الثاني وآخر شي غح تكتب best wish واحد حط كلمة علي زين أغيد هذي الترتيب تنتبهولو كل شمال لأنه هاي كل خطوة عليها درجة والإنشاء أهمين أغيد أول من تبدون الإنشاء هتخلولي مثل ما علمتوكم فراو تتركون فراو تبدون بكابيتال والأسماء تكتبوها بكابيتال ولمنت انتهون تحطون نقطة ومثل ما مكتوب الإنشاء وآخر الجملة تحطون نقطة والخيار الليكم انتم شوفوا إيما إنشاءات تحبوها وإيما إيميل تحبونه انتم راح تكتبونه وأرجوكم تكتبونه عدة مرات تتجاوزون الأغلاط مع لتكم حاولوا تكتبونه مرة ومرتين وتقارنون الكتاب يكتبونه على الغيب أو المرة قرونه مليح واجعوا تكتبونه مرة ومرتين حتى تعوفون الأغلاط مع لتكم هاستا غاح نروح على هاستا غاح نروح على الغيب المتحان الشهري رقم الثنين زين هاي الأسئلة ومحلولي إياني زين هاي بعد ما تراجعون ترجعون وتحلون هذه الأسئلة تمام وعدكم زيب الملزمة همين أسئلة همين ترجعوا له وهاي مع المتحان الشهري اللاخ زين هاي القطعة وهاي الأسئلة مع لتا نصوص الكتاب وهاي زين والحل محلولي وعدنا علامات التنقيط هيا زي كنحليناها حتى تسهل عليكم وهاي أسئلة اللخ زين توقفون الفيديو وتبدون تحلون وهاي الأسئلة آخر شي هاي ما لش يعمل زين من الله التوفيق وأملي بالله وبيكم الله يوفقكم وتدرسون مليح وإن شاء الله تلقيت لكم عليها مهمة وزاري تركزون عليها حبيبي والماج هي نفس اللي جبت لكم هي بشهري غح تجي نفسها بالوزاري والإيميل واحد وإن شاء واحد والقطع الاستيعابية مثل ما علمتكم عشان تجابون القواعد أتكم بالمنزمة مشروح والله يوفقكم إن شاء الله تمنياتي بالنجاح لكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر